السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الحمد الله بنتي يللله باك فيك الله يزغى تديوية انا قائلا ..شاء الذي سهر لك يا ربي اه..موني ام مكنت ..مريضة بالزات مريضة بالزات لوس وس لا مريضة بالزات ممكن قدر ليها الصوال والهم و لنبتشني وكاولي وLe viats da ba pani pe nearに use chodzi وليس inches الاش يوقع عليك ابنتي اذك اس speaking تدعم في حد خدمة ودك الشيء هي ودني ايه وقد اغلب ماذا فوقه ما اقلقققه بطلس جسم بيالتها من كنحص السيكة في الخلي ما اردت نخرج اردت مهنة او اغلبت مهنة اغلبت مهنة اللهم اكبر لا تقدر لا تقدر لا تقدر و طبيب سيقليك وقدرني أحد الغمّة ومرة مرة كدري مقاكن كي ودك الشي اللي عندي عندي في المعدة الداخل في الزحلية كبقاها كون وممكن حسب الماكة الفطالية بالزفد الحوايج لا إله إلا الله الله يحفظك قولي يا بنتي ممونيا أشغلك طبيب ملي جرته أشغلك طبيب قل لي ما فيك هوالو لا إله إلا الله ما كنت أخذ الله ندوش تحزبا نقدم نديرا كلام مهم دك الشي اللي عندي أنا ما كنافسه وصف دك الشي اللي عندي ما عرفت ليه قالي لا إله إلا الله الله يشافيك الله يسهل كانت تفكيتي بلي غين نخرج وكيجي وحد الخنقاء وكانت تقول لنصف هنخرج ونشيك في بلاسة وغن نموت كيف أنت تقول لغن نموت وكانت تحكيه ودربينا الله يرحم والي جل يا ربي بنتي واخا بنتي مونيا الله يشافيك ويعافيك حافظك الله حافظك الله ورعاك مونيا هو دائما حينما يصاب الإنسان بالمرض يزور الطبيب المختص والطبيب عن طريق الأشعة عن طريق التحليل سوف يدرك حقيقة المرض إذا أكد الطبيب بأن الجسم سليم معناه أن البدن سليم ولكن هل الكيان كله سليم؟ لا الكيان البشري مكون من أربعة أجسام نحن عندنا أربعة أجسام عندنا الجسم العضوي وعندنا الجسم النفسي وعندنا الجسم العقلي وعندنا الجسم الروحي نحن مكونة أربعة هكذا خلقنا المولى عز وجل سبحانه الإبداع الإلهي فالطب بكل ما فيه من فروع في مجال الصحة هو يعنى فقط بالعضو الأول بالجسم الأول اللي هو الأعضاء الأعضاء القلب الرئاء المائدة للعضام للجلد للجهز تناسولي الأمراض الصدرية الأدون الأنف الحنجرة الدماغ في الجانب العضوي والجسم الثاني يسمى جسما نفسيا هذا اختصاصه علماء النفس قد يكون الإنسان قد مر بصدمات قد تعرض لإضطهاد قد تعرض لنوع من التحقير حجرة تحجر ومقدرش ينتصر لنفسه وبقى كادمها في نفسه وتفرقعات عليه وكين اللي عنده رغبات وعنده حاجات معينة فالنفس البشرية غريبة وإن شاء الله نكتب الله نتكلم في النفس البشرية من القرآن لأن خير من تكلم عن النفس البشرية هو صاحبها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة مقامات إلى أن قال يا أيتها النفس المطمئنة هذه أعظم نفس هذه المباركة ارجعي إلى ربك راضية مرضية حنا نسكد النوع عند الموت وعند خروج الروح لا في الدنيا الدنيا أنت بقي صغير وكي يقول لك الله تعالى ونفسك صارت طيبة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك كي يعد الإنسان في الدنيا كيعيش في عالم النور وعالم النقاء وعالم الصفاء وعالم التصالح مع الدات ومع الكون ومع كل المخلوقات حوله هذا كتسمى الكيان النفسي ثم عندنا الكيان العقلي إنسان الدماغ دياله رأى جسم متكامل في ميدا العقل يعني كيان كيان عقلي يقدر يكون سليم بدنيا سليم نفسيا لكن عنده خلل في البناء العقلي عنده إما تلقى معلومات اللي خلقت لي واحد النوع من من الارتجالية والتصادم وكي يعد يدخل يخرج في الهضراء مرض عقلي ما بقش يقدر يستوعب شعجة فوق الطاقة دياله وكين لأخطر كله المرض الروحي الجنب الروح إلى مرضات فهذه كينة أربعة أجسام أربعة متداخلة والإنسان اللي كيكون سوي هو اللي يقدر يهتم بهم بربعة ولكتب الله تعالى وكان يهتم بمجال دون مجال ركي وقع فيهم يعني بعضهم كي شارجي الآخر باش يبقوا محافظين بعضياتهم حتما يموا تداخلين صنع الله الذي أتقن كل شيء يبدو بنتي مونيا من خلال الكلام اللي قلت ولو أنه على عجل يبدو بأن المرض عندك في المجال الروحي المجال الروحي البنية هكو في السن ديالك كي تعرضوا كما ذكرنا في أول حلقة لمشكل القارين كل مس اللي هو يا شيطان قد يعتدي عليك بحق الإنسان كي يمشي في الشارع في الليل خرج دبا بالليل منتصف في الليل غتلقى قطع طرق غتلقى شو ديك لوش غدير ربما يبغي آديك يبغي يسرق منك مالك هذا كيكون بشر كينين والشرطة كتلقى تتجول بالليل لتحمي المواطنين والمارة كذلك في الليل كتنشط حركات ديال الشياطين هما كيخرجوا بالليل كيخرجوا كيبد يقلبوا على منه كيقلبوا لأول ما كيقلبوا عليه داك الإنسان اللي هو موسوس داك اللي هو غير مطمئن هذا كيبال لهم أكل سائغة كيبال لما داك ضعيف اللي قاو فرحان و و و ونشيط و متصالح مع العائلة وبخير وعلى خير وواكل مزيان وكيتفرج مع العائلة وكيتعشاه وكيتحاك وغين أس هذا ما عندهم يدلوا لي كيقلبوا مغلق لكن داك لكي القاداب مكتئي ومقلق ومخاصم وما عجبوا حال وشعر بالضاف كيقول هذا أكل سائغة عندهم المنفذ كيدخلوا لي أو كيقول الإنسان اللي قدر الله هو المرحاد أعزكم الله ورمى الماء الساخن رماه في المجرى دون أن يسمي الله وصدف ذلك اليوم أن كان هناك روح خبيطة وحق أحرقها أو أداها فتنتقم منه وكي الله يسترنو يستركم لمعرض الأدوى الناس كي أمنوا بالشعوة وكي بغيوا أدو بعضيتهم وذي كما قلت سوق رائجة في مجتمعنا كي بغي أدو فلان وكي كتنتقل الأدوى حتى ذلك كان واحد نوع من السحر ديال الأهداء كي يكون خطر من الكورونا كي تغيي قد نضاشر العدوى كي تقول أدو أن تنتقى التعادى هو هو اللي مضرور هو عنده نزام مع العائلات ولا مع الشركاء دياله وعندهم صراعات ومشا خدموا عند واحد دجال وانتا تستميل أحدا وقلستي أحدا كتقدر تجيك العدوى تصب واللي كيكون مرهف إما البنات اللي هما بقين عاتق بقى مازال متزوجات ولا الإنسان اللي هو عنده ضعف الإيمان ولا الإنسان اللي هو مكتئب هذا كلهم معرضين للآداء واذكرنا من قبل بأن الإنسان له قارين وهو القارين يحميك القارين ربي من اللي خلقنا احنا كاملين بشر جعلنا لعدنا الملك لكي يحميك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حافظين كي حافظك كتكون غادي كتكون شي خطر كتكون بحالة رب يحفظك الشقع ره الملك اللي معك رهوك يقول ياربي لا 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 هذا كي يربيك يحفظك شي خاطر كي بغي يدوز غادي في حوادث السير غادي في البحر غادي في شي مكان خطير ربيك يحفظك الملك وإن عليكم لحافظين ومعك كذلك القارين هذا القارين إلى إلى سلم القارين ديالك إلى سلم رسيد النبي صلى الله عليه وسلم القارين اللي كان عنده سلم ومن بعد ولا يرشد للخير ره كان في بعض الرواية يوقيده للفجر ويقيده لقيام الليل يقول يا أيها النبي قم قم الليلة إلا قليلة فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صالحون عندهم هذا القارين عيش معهم عيش معهم كي يرسدوا بالخير وبدلين بعد البنيات بعد الشابات كتفق في الصباح كتلقى عند الحنة في الدهة كتقول لك أشهر نول معنى ديالها معنى أن قارينوك كي يسفتك رسالة عبر الواتساب دياله كي يقول لك راكي بأعيننا وكي يقول لك أصبح الخير كي يقول لك جمعة مباركة كتلقى الحنة في الدك شهل ديال أمهات كيتلسطو بي كي يقول لك مخلوعين كي يشعروا بالرعب وكيترى عدو مالك بنتي عندها 18 عام فاقت مع الصباح لقاتها محنة يديها ورجليها وغتحماق كل ما تخافي ما أولو لا لا هذك لقى القارين ديالها صيفت لها رسالة كي يقول لها راني معك وهذاك دليل لأنه مهد وأنه مشي عدواني وأنه مسالم إلا كتمرم زوجة أيضا كي بغي يقول لها تالله في زوجك غتعيشي مع حياة مستقرة وكي لاكس كالك أتفق في الصباح كيلقف هادها كلهم زرقين مقروسين والدرعان ديالها كلهم غتقل لك هذك ديشت ديال العروق لا هذك فقيس وغيقول الله هذك هذك إن الشيطان اللي يجمي أدم مجرى الدم بكل بسطة لبنتي مونيا العلاج بسيط جدا العلاج تكون إنسان كي يواضع عن الوضوء الوضوء أيها الأحباب الكرام انتبهوا لي رأى سلاح الوضوء سلاح قال صلى الله عليه وسلم الوضوء سلاح المؤمن حديث صحيح أنا مليك يكون متوضع كان شعور بأنني محمي محصن توضعوا أيها الأحباب جددوا وضوءكم عند كل صلاة والاغتزال من الجنبة ركن بعد الناس كذلك للجنبة قام بك يغسل كين سيدات كيبقوا تلسيام ربع أيام ورى الحيد وما كيرسلوش كين شابات اللي هم في الجامعة الآن كيقرأوا علوم عقلية وطبية واقتصادية ودازل حيد وما غسلتش ما قرأوهاش لعبادة من اللول هذا ركي يكون معرض للخطر اللي يدخل العمل دياله يدخل المكتب في العمال أو في في الوزارة أو في الشركة أو في اللاح يدخل الحقل دياله أو بيع وشري يدخل المتجر دياله بشي ربي يبالكليك توضع توضعه وربي يبالكليك وانت متوضع انت في حماية الله فبنتي أول حاجة حافظي على الوضو التانية حاجة فما تسمعي الآدم كي ودن رضي دي معه لقل الله أكبر نقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلى الله نقول وراه أشهد أن لا إله إلى الله قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله إلا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا نستمر معه كمل الله أكبر نقول الله أكبر لا إله إلى الله نقول لا إله إلى الله أنزل الدعاء الدعوة التامة وسط القائمات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثوا المقام المحمودة دوعته انك لا تغفل في المعادة نقول الدعاء هذا تلقيح هذا تحصين هذا يخليك الحمد لله عندك واحد طاقة نورانية مضادة وكتزيد منك تسمع الادان تعجل بالصلاة ما تبقاش توخر عندك تبقى توخر فدك التوخير ديالك كيكون ابليس كيقولك باقي الحال باللاتي عندك اشغال تمك يدخل هو تمك يدخل وكيدر بلاستو وكيدسنك حتى تكوني في وضعية غير سليمة وبدأ عدف فيك دب انت بنت يبوني اش عندك هدك لكيدخل داخل كي يكون لك من من واحد المادة في الجسم عندنا في الجسم البشري واحد المادة كتسمع راح يقول حياة كتلقى الواحد فينا ناشط بخير كيف يفق في الصباح وجه مصنق وكتلقى الحمد لله حيوية ونشاط وش هي مفتوحة كيقولك الليلة نعسل مزيان عافتي شخرت واحد شخرت بي خير وشت واحد لحل مجميلة وفي البحر والشاطية والعرس والماكلة والشارب والنشاط وفق في الصباح فرحان ومالي كي تحطني الماكلة في وقت الميدا كتلقى الشهية مفتوحة كي يقول الخبز وقتي وكي مضغم زيان وفرحان هذا مالو هذا عندو رحيق الحياة زائد الدبيب ديالو مرتفع الى كلا قدر الله شوهد عندو رحيق الحياة قليل كلاولي هاد الارواح الخبيطة كتلقى في النعاس ديالو كلو عندو ديكلوشا وديكوشماغ كيشوف كيشوف دايما جين اللي هما يا معتدين اللي هما كيحاولوا يأديوه كيشوف كلاب سوداء عقارب قطط كتلقى كيتأذى بالليل وكيستعمل الاقراس مهدئة مكتنفعش معاه وكيبقى هكوا في سراع وفي الصباح مالكي يفق كيف خاسر شاحب تفطر حط له العصير حط له البيض مصنوق البيض مقلي حط له الشيكولة حط له وردة حمراء ديالي اغنية فيلوس في الصباح نسيمو الصباح ولا ما عندو الشهية ما كيناش لانا ما عندوش لانا ما عندوش راحيق الحياة هاد راحيق الحياة كيتغدالي الجيم مالكي دخل عند كيدخل الانسان الجسم كيبدي ايا كليك ايا كليك ايا كليك ما كيخليش عندك الخاطر اشتي الازواج اللي مخاص من في المحكمة وكيوقفو امام القاضي وكيناقشو قضايا اقتصادية واجتماعية والمالية بعضيتهم را واحد فئة كبيرة منهم ما عندوش ازمة اقتصادية لباسع لهم الراجل الخدام والمراء الخدامة ما عندوش ازمة سكنية عندهم ثلاثة ديور جيلا هنا يوحد في الشاطئ وحدا في وما عندوش مشكل النقل ازمة النقل ما عندوش كل واحد عندو السيارة ديالو بالشيفور وما عندوش خوف من المستقبل عندوم دي كونت بونكي غامرة ولا دم كيقرؤوا على برام زيان كل شي زيم يعني هما يا الحيوار مع الحكومة هيقولون احنا يا مع المغرب النافع احنا بخير احنا ولكن حياتهم مرة حياتهم عذاب حتى القاضي كي كيش دراسوا عن اشي اصدقاء ديالي قوضات كيقول يقيت واحد الحالة ما عفش راس ما عفش مال هادو هادو ببساطة ما عندوش المشكل المادي هادو عندوش المشكل الروحي كتلقى بان واحد فيهم تسلط عليه ابليس كلام انو كلام انو الروح ولح يقول حياة خلا ما عندو خاطر كيفكرة تفكير معوج وكتلقى غضوب وكتلقى سريع اله الانقلاب ومزاجي اما المرأة واما الرجل واما كليهما كتشعل العافية بعضيتهم غدك يمشون المحكمة المنظمات النسائية كدروا احصائيات كيقولوا نسبة طلاق مرتفعة السبب ماشي غلاء المعيشة ماشي ازمة السكن ماشي ازمة النقل ماشي ازمة تشغيل لا هادشي كله مع الحكومة مزيان هما دو طيقة ناجحة مشكل اخر اما مشكل عدم تفاهم وكين مشكل العين ومشكل الحسد وكين مشكل نقصان رحيق الحياة اللي كي يجي بالاقترب من تديون وكي يتسلط لك الارواح الخابيطة ما نطول تلك بنت مونيا العلاج قراءة الاية القرآنية اللي ربي سبحانه وتعالى كي يجعل فيها الخير والبركة وهي كثيرة جدا كثيرة جدا وان شاء الله يبقى لنا الوقت ختم الحلقة اليوم نقرأ واحد المقطع منها جماعة خلي حدك واحد القريعة دي للماء باش تبقى عندك اه ديك المد تستعمله لان الماء هو شفاء وجعلنا من الماء كل شيء حي واذا قرأ فيه القرآن يصير فيه بركة ويصير فيه نور فبقى معنا بنت مونيا كتب الحلقة دي لواحد البوديزة دي للماء ولا قريعة ولا واحد تص ونقرأوا ديك البركة دي القرآن الكريم وشرب منها ورشي بها للمكان ديالك وكأنه لم يكن بإذن الله شفك الله وعفك الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله